مرحبا كيفكن؟ بتمنى تكونوا بصحة وبخير يا رب جميعا اليوم بما انه قرب الشتاء يدخل نحن عد نعمل اشكال واشياء بتخص الشتاء والبرد نحن نبدي اول شي بعمل قاعدة كوب كتير حلو نعمل متل ما انتو شايفين انا هون مستخدمي خات ضعيف فبيطلع بهاي الطريقة وهون مستخدمي خات متين شوي فبيطلع بهاي الطريقة يعني كل واحدة حسب ما تحب ممكن تعملها نحن نتعلم سوا كيف نعملها اول شي نحن نعمل غرزة حشو ونطلع سلسلة اثنين ثلاثة اربعة نرجع لاول السلسلة ونعمل منسلقة بطلع واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثلاثة 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 هلأ لح ابدأ بأول غرزة للثلاث منها بلف الخيط لح أعمل هلأ بكل غرزة عمودين تفسيع للدائرة هيدا واحد وهيدا اثنين بنفس الغرزة بروح لجنبها برجع غرزة عمود اثنين بكل غرزة هأعمل عمودين ومجموع عندي لح يكون 24 عمود بخلصن وبرجعلكن هكو وصلت للنهاية متل ما قلنا غرزة اثنين ما قلون دخل بروح للغرزة الاولى تأخيرة من العمود الاول وبيخل منزلكم هلأ بطلع غرزة اثنين بلف الخيط بنفس المكان بدخل بعمل عمود الغرزة اللي بعدها عمودين واحد بنفس الغرزة عمود تاني روح الغرزة اللي بعدها بعمل بس عمود الغرزة اللي بعدها عمودين واحد اثنين لح امشي هيك لاخر الدور تمام عمود 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 عمودين خلص الدور الثالث عملت اخر شي عمودين بناخد غرزة الحشو بصري غرزة منصلكم وبنسكر الدور بطلع واحد اثنين الغرزة اللي بعدها تاني عمود الغرزة اللي بعدها عمودين بنفس الغرزة واحد اثنين هيدا تزايد الدائرة برجع عمود عمود بالغرزة اللي بعدها والغرزة اللي بعدها عمودين واحد اثنين لح اعمل هيك لنهاية الدور تمام نشوف اخر شي بنرجع عمود عمود عمودين طلعتوا دايما اخر غرزة قبل الغرزتان بتكون دايما هي العمودين يعني لو اجيتي لاخر غرزة وكانت بس عمود لح تحفينو عدق غلط بترجعي بتكرر بتشتغلي من جديد وبروح لهون بعمل غرزة منزلقة وبقطع الخات خلصنا من الكاعدة الرئيسية تمضيف لحماق فوق بعدين بس نخلص لحنجيب اللون الثاني هادا اللون طبعا متل ما انتو شايفين نوسحي شوي فحيطلع لي متل القطع اللي برا تمام ناخد نعمل الغرزة محلقنا ما خلصت بفوت باول غرزة وبعمل غرزة منزلقة برجع بفوت بنفس المكان وبعمل غرزة حشو بطلع بسلسلة اثنان ثلاثة بلف الخات بشتغل على العمود هيدا تمام برجي لوراء بطلع من اثنين بطلع من اثنين بطلع من اثنين برجع بلف الخات بجي من وراء بيخطب وبطلع من اثنين وبطلع من اثنين تتكون عندي هيد طريقة هلا بترك غرزة وبروح للي بعدها تمام بعمل عمود بلفة بطلع غرزة اثنين بلف الخات بشتغل العمود منجوه بعمل عمود بلفة برجع بلف الخات وبعمل عمود بلفة نعمل واحدة تانية لتعرفو كيف بلف الخات بترك غرزة برحلت تانية وابعمل عمود بلفة برجع أو عمل غرزة اثنين بلف الخات ابشتغل العمود بفوت من تحت بطلع Närillide بدع من اثنين وبطلع متنين بلف الخيط بدخل من تحت العمود بسحب الخيط وبطلع من اتنين وبطلع من اتنين بلف الخيط بترك غرزة بروح للتانية بعمل عمود بلفة بطلع بغرزة اتنين بلف الخيط وبدخل من جوة العمود وبطلع وبعمل عمودة بلفة برجع بلف الخيط وبدخل من جوة العمود وبعمل عمودة بلفة تطلع معي بهاي بطريقة لحقاعمل الدور كلو وارجع لكل بصر الاخر وحدة لحنا عملها سوا لازم يكون عنديك 3 غرز تشتغلي بالغرزة اللي بالنص ستعرفي انه شغلك صحيح تطلع بغرزة عمود بنرجع بغرزة 2 بنلف الخيط 1 2 وبيجي على المشتغلتها قبل وبفوت بغرزة 2 هتكون قاسية شوي بسحول تفوطيع بتسحبي وبتعمل بغرزة منظلكة وبتسحب الخيط لحقاعمل تنظيف وارجع لكم وهيك بعد ما عملت لها تنظيف لو اشتغلتوا مثلي بالظبط بكل سهولة لاني بيشتغل مزبوط وقطب مزبوطة ما تفوط لكم قطبة عشان ما تعرفوا الشغل مثل ما بيعمل غيره او يزيد قطبة ليطلع الشغل غلط تبع الطريقة اللي انا عملت لكم اياها بالظبط ليحيطلع شغلكن نفس الشغل تماما ويعطيكم العافية على المتابعة وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب والله معكم واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك وشكرا لكم